السائلة تسأل تقول أن أباها يبخل عليهم جدا وأنهن عدد من البنات ما أريد أقول عدد البنات حتى ما يعرف من الشخص ومن الأسرة هذه لكن تقول أن والدها بخير جدا ويبخل عليها وعلى أخواتها فتقول أضطرني أسرق منها حيث لا يشعر هل يجوز أو لا يجوز أولا كلمة أسرق هذه حرم بالشق ما في شيء يسمه أسرق يجوز ما في حالات للسرقة جائزة لكن ممكن تقولي هل يجوز أن أخذ حقي فهذا حق للفتاة أن ينفق عليها والدها فإذا قصر في أداء الواجب عليه يجوز حينئذ أن تأخذ الزوجة أو البنت أو حتى العبن القاصر من ما لأبيه من ما لمن يجب عليه النفقة من غير أن يشعر هذا لا بأس به لأنه في حديث هند امرأة أبي سفيان جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخير شديد فإلا أخذ ما يكفينا وبنية فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك فدل هذا على جواز أخذ الحق حتى من غير إذن يعني من تجب عليه النفقة إذا كان قد قصر في ذلك لكن قبل البلوق هذه المرحلة الذي ينبغي أن يطالب الأب بالتي يحسن يعني حتى لو تترجونا حتى لو ترسل من يرقق قلبه هذا أولادك أبناتك لا تدعى أنه يضطرنا إلى شيء حرام أو أنه إلى سرقة أو يشحذون من الناس لعل الله عز وجل أن ينفع بالنصيحة فإذا أغلقت الطرق وسدت الأبواب لا بأس أن تأخذ هذه الفتاة السائلة مع أخواتها من مال الأب حتى من غير إذنه للحديث الذي ذكرته لكم والله تعالى أعلم